سيد محمد فيه سؤال يطرحه كثيرين وعشناه من وحنا صغار مع أمهاتنا وجداتنا خمسة آلاف درهم في يد شاب تختفي في أيام وبينما الأم أو الجدة بنفس هذا المبلغ تدخر تخطط للمستقبل تشتري سيارة ويمكن تدخل جمعية وتسلف كمان يعني ما شاء الله السر الخارق في إدارة هذا المشهد المالي من داخل المنزل لدى الأمهات هاولك حاجة الستات عندها المقدرة دي تحديدا وفي كل حتة بتلاقي الأم أو الجدة عارفة تدير حاجة البيت هاولك مثلا أنا جدتي أنا كانت ست بيت ما كانتش بتشتغل جدي كان تاجر ساعاتي فكان أوقات كتير بيحصل أنه بيديها مصروف البيت اتفضلي أهو حاجة البيت وهي بتجيب بيه حاجة الأكل والشرب وكل ما يلزم البيت يجي عليه أوقات كان أي تاجر في الدنيا في التجارة فبيجي عليه وقت مزنوق في فلوس يلاقيها مش عارف بقى جابت الفلوس دي منين بس يلاقيها طلعت فلوس هي شايلها خد سد اللي عليك ليه لأنك بتحوش من مصروف البيت الستات دايما عندها الحتة دي عندها فكرة التحويش الشباب دلوقتي كل اللي في دماغه إنه آه بحب أشتغل وبحب أعمل كرير وأعمل كل حاجة بس ما زلنا نفتقر لفن إدارة لنحن نتعني الأول نقطة خالص لفن إدارة الأموال أو فن إدارة الثروات ليه لأنه بتيجي خلي بالك برضه مع الوقت وبتيجي بالماتيوريتي أو بالسن والنطج والكلام ده كله الستات برضه بتعود بيوت يعني ست برضه عندها عيلة وعندها فتحة بيت زي ما بيقولوا يعني فهي عارفة تدير الدنيا إزاي لقيت التماطم عند ده غالي فحتروح تجيبها بمكان تاني أرخص لقيت مش عارف فين غالي عارفة تدير البيت علشان دايما يبقى فيه فقط في الموازنة ليه لأنه زي ما بيقول كده في المثل القرش اللاب يدينفع في اليوم لسود فدايما هم عاملين حساب ده اشتركوا في القناة